هذا وقد عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم سلسلة اجتماعات مع عدد من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في بغداد واجتمع الغانم على هامش المؤتمر إلى رئيس مجلس الأمة الباكستاني سردار أياس صادق ورئيس مجلس النواب في جمهورية مالي أياس كاسي دي بي كما اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان جزر القمر علي مهاجي اشتركوا في القناة